تسلم مفاوض قصر العدل في نقابة المحامين المحامي ناظر كاسبار طلب الإذن بملاحقة المحامي ودي عائل نتيجة أخبار مقدم ضده يوم ثلاثاء بجرائم من بينها تحقير النائب العام التمييزي والسلطة القضائية وإفشاء سر التحقيقات وصرف نفوذ وخدمة قط سياسي وتعريض السلم الأهلي للخطر كاسبار سيتصل إلى عائل لتحديد موعد جلسة الاستماع إليه على أن يصار إلى عرض الوقائع على مجلس النقابة الذي يقف أمام ثلاث احتمالات أو بيقول ناشئة عن ممارسة المهنة وأعطاء الإذن أو بيقول ناشئة عن ممارسة المهنة وعدم أعطاء الإذن أو بيقول بمعرض المهنة وأعطاء الإذن أو غير ناشئة عن ممارسة المهنة إذا غير ناشئة عن ممارسة المهنة كأنه نعطى الإذن مثلا إذا من عطى الإذن ضد المحامي إذا النياب العامي كتبت نذر يعني وقفت القضية هون إذا النيابة العامة استقنفت يعني استقنف بينما إذا نعطى الإذن المحامي بيقدر هو يستقنف أنا رح أتصل بالأستاذ وديع ونشوف الأسبوع الآدم نحدد موعات أتصور مش قبل الجمعتين أو ثلاثة لأنه معنا مهلة شهر ابتداء من 26 الشهر هيدا إذا ما نعرض ضمن المهلة يعني يعتبر الإذن معطى حكما نقيب المحامين ملحم خلف الذي يعد صوته مرجحا في حال تعادل التصويت في مجلس النقابة المؤلف من 12 عضوا من ضمنهم هو يؤكد أن الملف سيدرس بكل مناقبية وسرية كونه يطال المحامي وحصانته التي تحرص عليها النقابة سنتبع الأصول نقابة المحامين بكل ما لديها وما أوتي لها من عقلانية قانونية ودراية نحن نطلع على المحامي والملف ما لدينا اسم محامي هذا أمر أساسي من جهته يستغرب عقل سرعة بحرك النيابة العامة ضده فيما بعض الإخبارات في ملفات فسادنا لا يزال نائما في الأدراج نيابة العامة التمييزية بيعرفوني منيح وغير نيابات عامة بيعرفوني لأنه أنا إلي سنوات بقدم إخبارات وشكاوى أيضا ضد الفاسدين وضد يلي سرقوا مصريات الناس بلبنان وللأسف كنا نقعد أشهر طويلة أوقات نوصل لنتيجة أوقات ما نوصل لنتيجة والناس يطالبونا ليش ما في حدا كبير بالحبس إذا هيدا الشي بواسطة إخبار أو بواسطة أي تصرف آخر هو هدفه أنه أنا أزكت عن المطالبة بحقيقة مين قتل أهلنا على حقيقة مين دمر عاصمتنا إذا ليسنوني هيدا الشي ما توفقوا فيه بدوا يروحوا ينبشوا مين عم بيسر بالتحيقات لأنه اللي معه التحيق هو بيسر بالتحيقات إشارة إلى أن المحام عقل أثناء تناوله ملف المرفأ وإن كان خارج قوس المحكمة إلا أنه كرر في أكثر من تصريح أنه وكيل الدفاع عن عدد من المتضررين جراء الانفجار